موسيقى إنها دعوة إلى نهضة روحية في الداخل إلى انتعاش داخلي كيف يعني فاقد الشيء لا يعطيه إذا أنا مش إذا أنا من جوه محطم وإذا أنا من جوه يأسان وإذا أنا من جوه خربان وإذا أنا من جوه ما عنديش سلام وإذا أنا من جوه وصلت إلى حالة البأس واليأس الكامل فكيف أستطيع أن أحصل على الراحة حاولت يعني جرب لكن هنا عمل إلهي بالروح القدس من خلال النعمة الإلهية من خلال قول المسيح تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثق لي الأحمال وأنا أريحكم تعالوا إلي إنها دعوة مصدرها من فوق مصدرها مصدر إلهي الشخص الذي قال تعالوا إلي هو نفس الشخص الذي قال أنا هو خبز الحياة أشبع الآلاف أنا هو نور العالم فتح عيون العمي أنا هو القيامة أقام الموتة علم عن المحبة علم عن الغفران غفر لصالبي هذه الآية أحبائي بمثابة يعني دستور بمثابة اعتماد على نعمة وعلى رحمة وعلى محبة الله مصدرها من فوق لأن المسيح لا يدعو إلى شيء لا يقدر أن يفعله كل الأديان بتقول اهدينا للطريق بيصلوا لأله حتى يهتدوا لكن احنا من صلي من خلال المسيح أحبائي في شخص مش في فرائد ولا عقائد ولا تقوس ولا نواميس ولا حتى شرائع لكن المسيحية تتمحور حول شخص إنه حي المقام من بين الأموات له القدرة أن يغرر وله القدرة أن يحرر وله القدرة أن يبرر وله القدرة أن يطهر إنه عمل المسيح الكامل له القدرة أن يعطيك السلام الداخلي والراحة الداخلية له القدرة أن يعطيك كل ما تحتاجه في إنسانك الباطن بقوة الروح القدس إنه يقدر أن يخلص إلى التمام بل يقدر أن يكتب اسمك الآن في سفر حياة فهو المصدر تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم